عندما بدأنا نظره على أباطلات الدروغ بدأت عملية المطارنة بين إسكوبان و إيلتشابو والشيء الذي يريد العرض بنادم هو إسكوبان خرب العاقة لأنه كان يشهد السوق كله بوحده ولكن إيلتشابو فرقة جيدة لأنه كان واعد في اللوجيستيك حتى يوجد أحد مدوث الدروغ أمريكان فتعمل إيلتشابو والكارتين لديه واليوم ما بدأنا نظره على القصة لديه واحد من الوصول على الدروغ إيلتشابو أخواكين جوزمان نوير إيلتشابو 4 أبريل 1957 في أولاية سنة الوصول في الميكسيك لأوليده كان يبيعه و يشري في البعايم كانت تحليل خدماته الرسمية ولكن إيلتشابو كان يجب على المال إخوانا و أنه يشاركي سنعونا الآفية إيلتشابو لم يكمل القرائية و يجب كريم المدرس وبسبب هذا سيكبر نقصة حامل حاجة في الكاباسيتي أصلا أصلا أطفال أعادة من الانتقال يسكن في إيلتشابو معروف المصير إيلتشابو إيلتشابو كان قد يستخدم من الدرجة المستر وإنه كان لا يشغل في مراحل أولاده إيلتشابو حظا أعيق به إنه يأخذ أخذ من التار لأنه كانت في أمره 15 العر فهم صورة إيلتشابو مستر و يندفع الحقيقات على المال إخوانا و يمتعت على التار و يدفع حيث أخذ مثل و الأن في القرصية و معروف المال كيهو يقوم بجعب إيلتشابو يبدع فيه اختصة في الراس و يجمع واحدا أختصلا ويبدأ أحد البروجي ليالوش على المال إخواني إلتشابو في هذا العشر العام خدمة عمو في تبزنيس هذا عمو كانت تسميش وكاينة في التراغة تبزنيس في الميكسيك وحتى السيناروة أما في الثمانينا العصابة التي كانت تشد السوق في تهريب الكوكيني الأمريكال هي كارتي تاكوارد على خارج والشيف دياله هو ميجيل فليكس قيارته إلتشابو قيتبع تراغة عمو ويدلوا خطوة كبيرة في الكاريرته فشعي الصباح والشيفور تاكو ميجيل فليكس هذا البوص أجبو إلتشابو في الخدمة تاكوه كان ناضي وحار وعرف شنو كيدين تكشي علاج بالخف كالفوبرولوجيستي والأخونا جميع هو المنصق بالعصابة الكولومبية اللي كانت تخلقوا كيينة في ميكسيك فهذا نوقعته كارتي تاكوارد على خارجه كان غير واسعة بإن كارتي سطح اللي كيينة في كولومبيا وفصل ما تاكوه من يدخل السلعة من الأمريكا الجنوبية ودولنا من الحدود الأمريكية لذلك الكارتي اللي كانوا في الميكسيك كانوا مغرف بارتي صغيرة في هذا الشيء كامل كولومبيا كانت تدخل كوكيينة عن طريق البهاماس ومن تمال فلوريدا وهذا الشيء أنا كنت هدرت عليه في الحلقة تاكسة بابلو اسكوبا كولومبيا كانت تاكوه من تجارته ولكن شافت الحكومة الأمريكية بدأت تغرق بالكوكيين وبدأت تزير معه من التراك ودخل السلعة عن طريق الميكسيك فهذا هو الضوء اللي كانوا تلعبون الكارتي تاكواردالاخار شدنا هنا من الدينة يلعب دور كبير من بعد تهريب كوكيين حيث كان جاب ماء وحد طريقة جديدة في التاريب الحصول في نظم عبر 1984 العسكر تاكوه من الميكسيك كانوا مدهامة كان الأراضي تقريبا المزرافين من الماريخوانا اللي تابع الكارتي تاكواردالاخار اللي بوسته الكارتي الكعب وخاصة في التعقم بالحكومة شوف القوة على العصابة كيف تيرى ميكيل فليكس ماذا هو يخطف كيكي كاميرانا واحد الكادر صحيف يدرج مكافحة المخدرات ونشدوه ويعدبوه ويقتله حيث كان برقائك عند أمريكان القتلة ميكيل فليكس الكيكي مادات مولون الكرام معطل الحكومة المكسيكية والأمريكية دعوا تعاون بشدو الراسة تاكواردالروينا اللي هو كياردو وهذا البحث اللي تلونسا سيسريحة سنة 1998 فاشغيشتوه دعوا داب البوس في الحبس اللي هو ميكيل فليكس كياردو إذا الزعامة الكارتين مع القواردال أخرى سيريدون يقسمون بارشي السامير كياردو اللي يعطلون فليكس بنادر سيقومون الكارتين سيسمونه والسامير والسامير سيكونوا الكارتين من خوارز والشابو سيكونوا كارتين من قبل كانوا الكارتين الكارتين أمريكان هبن البغال أو طيارة في السرق وتطلق السرعة في السحر وفي الجائل شابو هذا الواحد تلونسا ولكن يخدم على تلونسا منطورة على الأنفاع كانوا في الدمين مع المهندسين وعمار الخصيصة كان يحفر نافق في الميكسيك ويبقى غالب حتى يخرجوا في أمريكا وبحلقة يدعوا السرعة والأخرى لا يجب الأمر الذي خلت أنت نجح هو العمار الذي يجب يدعون يساوي الحفير يقتلهم كاملين حتى يكون أحد يبقى عقل لذلك النافق أو برق وهذا يجعله يعمل تلونسا كوكاين حتى في الفلفل ويفرقهم فترين قدام يمتع بنادب حتى يكون أحد لا يجب وهذا يجب تقويل والكارتير أصبح وعلى الكثير على الكارتير يدخل الدول كثير منه ومجهدين لهم الكثير وهذا سيخلف مشاكل بين الكارتير وشي محامجي وفي سنة 1999 في الكارتير التي تعطي أخوانا تخطفوا وعدبوا ستة الأفراد من الكارتير وفي هذه اللقطة أعتبر بنادهم لحرب أردت إلى إيل شابو وجاء في سيطنبر في نفس العب ستة أليب من الكارتير وعملوا من وراء بشهرين أخوانيين حاولوا قتلوا إيل شابو في غواردة الأخرى شدوا في واحد موبيل وفقوا يتيلوا فيه ونكين مصوروا من نوال غير سيما نموها ردناوا إيل شابو بوستر سوف تكون موحد هنا واحد البوادين ويكي عمروا في التخوانيين جبت سلحتها وبدأ كي تشيري فيه بشي ستاتة على البيترسون ولا كي ما تقصد تشو واحد من فليكس برادر عاد الحرب بين الكارتير بقى تشد تشوار ويكي غير تشيري فيه تشيري فيك 24 ماي من عام 1993 فهذا التعريف هو بداية باب جأنم عقا على الكارتير تشيري في مكسيك حتى نوقع في هذا النار هو الكارتير تتخوانيين وصلتهم بوحد الخبار بأن إيل شابو كان في المطار تاقوار دي الأخارة نزلوا تماما عشي من رجالهم وبقوا كي تسنوا فيه فش بان الطموبيل اللي كان من المفروض يكون فيه إيل شابو راكبوا على الشتاتة على الخرطاص فش كالما كانت القادر لغوزينتا كانت هي السبعة على الموتا وروي عرفيو احتيش هو واحد مني في كتب ما كان فيه إيل شابو اللي في هذا الوقت كان مريح في طعوبي الآخرة في الباركينج واندوق شكون اللي كان فالطموبيل سبويلر بالخرطاص اللي كان فيه هو غارديناء وقاب واحد من الفياغ اللي كبارت على الكنيسة الكاتوليكية هالجريمة ايجاج كلش البوليس المكسيكي السياسي الكنيسة الكاتوليكية وهاماتشا الحكومة المكسيكية ونصت واحد المطاردة جامعية على الناس الموارطين بيقصة دائرة مش هاتتتتتتتتوى وتضعت فلوس تحيحة لدينا نادى الروانه هاتتتتتائي كالغيرك يرى فالطمو بقصة اللي واقعة حتية هوا القناة هاتتتتتنوب وتصاور دياله متاشرة في البلد كامل وهذه القادية بالطب حولت هاتتتتتت حولت هاتتتتتتبا من كريميليا المعروف في البلد الى مجرم مشهور في أمريكا الشمالية هاتتتتتتتتتتتها لا يوجد فراثه أي رحضة يقدر يقرقبه عليه في الميكسيك ويسلت في بواتيمال ولكن المطوش في هذه العربة حتى قموه في شهر ستة من عام 1993 ردون الميكسيك ويحكموه عليه في قادية التعريب المختلات في عشرين عام ولكن إذا كانت تبريدك عشرين عام بحشة عشرين خطتها على الهرب من الحبس في هذا الوقيته الكاعدة التي تحصلين عليه تقاخد دام الأراضي ومحابة شمعت فرق الكوكاين وخشفتهم مرمي في الحباسات وفي قيادة هذه المرة كانت تدخل أرتورو غوزمان الفلس التي كانت لديه خلاته يشترك على موضة طفين للحبس وحتى الموضة للسجن وكان عايش وسط الحبس بحث يمالك ونفتح أن يتلقى الفلس مع زولين أهلانديس هذه الأخيرة كانت مشتودة على ودية الشفرة سأقول له السلطة له القارديان للحبس كانوا واكين وشاربين مع الفلس وهذا الشيء سيجعله معربوه في ساعتار جوان 2001 خرجوه في كروسة الحواج من باب الرئيسي للحبس أخبرو أحد قارديان فيها وخرجوه وراث في مرفوع من بعد أن أخبروه أحد قارديان في المال وعطوه بير دياله وعلق به فجأة وحسبون الناس المساعدين في العربة إذا شابوا من الحبس تقوى 78 و1 مشاركة في هذا الروين داخل فيها حتى الموضة على الحبس لما زال مشتود اليوم بين هذا حتى تعاون في البلانت على الهروب إذا شابوا رجع ثاني لكي يتربى على الكارتين 90 عرواب جديد واحد من الحواجين الذين يدفع خجم الحبس حتى يستعمل على الكارتين والمكان هو خدام على الماريخوانا والكوكاين والآفيرون ودبو زيحت الميتافيتامين أصبح إذا شابوا ذلك علاقة مع العنود والشناو لكي يجيب موضة كيميائية لكي يخدم وإذا شابوا يتعني بغطوك لكي يقضي السلعة اللي خاصة إذا شابوا كلف ناتشو في هذا البروجيت على الميت كانوا يتجبوا عليه لقاب تعمال الكريستا هذا السيد كان لديه أحد الفضل كبير الكارتين الذي أعطينا له ستقدرين لهم أحد البلاس في العالم وفي هذا الوقت كان لديه أحد معاهدة السلام بناتك لا تحديد منها وكل دافس القراث وكذلك لعبة لا تطولوك بكثير في عام 2004 كان لديه أحد من أعطينا السينارو قتل واحد من فامينات أخواري وهذا الشيء بطبيعة الحرب ترقع بيدك المعاهدة السلام لبيناتك وهذا يشعر الحرب من جديد لما هم مرض فاتبين الكارتين إلى يومينا هذا القناة التي تخلع تقول المعلومة وأن العدد تعد الضحايا كانت 60 ألف من هذه الحرب بيناتك في عام 2005 و 2006 وصلت هذه الحرب الواحد دقري خطيرة الناس كانت تتباحوا وقتقتب وطرافقهم معمروا الزناقي والدميات غير سائلة ولكن غير عادية في الزناقة وما رضيتك لبن تتجي فيك شخص نصطائش وما عارفش المسترتاع في عام 2007 وحكومة الميكسيكية طلعت لها دروينا في الرأس ويتنزل العسكر الشاري وبدأوا بلي كونترول وقاموا أكثر من 50 ألف اعتقال ويقوموا في المئات الأعتقالات ويقوموا بتابع الكارتات على سناربو وهذا الشيء راجع الواحد تكنيك خطيرا لكي يختم بها إيدشاب لكي يطيح الكون كونترول كوسط المعلومات الحكومة على حساب الكارتات الأخرى كثفت لهم اللوكاليزاسي وليبوغطوا وقتهم وكيف يخدمه هنا قد يضربوا من تحت السمطة التبرقية تأييدشابو قدرت الحكومة يطيحوا بالكارتات التي خوارك والبوستاهم كثير من الناس يقولون بأن إيدشابو كيف يصفقه لا يدارش مكافحة المختلفة لكي يعطيهم معلومات على حساب الكارتات الأخرى وفي المقابل يشد المارشة بوحده وكينا أدركوا بأن إيدشابو أعطى حتى بالناس الذين كانوا ختامين معه وخرجوا من الكارتات على سناربو وإنسوا كارتاتهم من راسد على سبيل الميترد ألفريدو أخرج من السناربو أطلح بيناتهم وكذلك أضحية فيها أول إيدشابو يدقى قوزمان وهذه القتيلة تبعتها تلتشورة على المقاذرة تحت فيها أكثر من 400 روح في هذا الوقت كان مخبي إيدشابو واحد من المنطقة جباليا صعيب يطيحوا عليه فيها السيتياس الذي كانت عنده يستطيع أن يرى من بعيد أي شخص يأتي عنده ويبقى عنده أين يعلق أسطورة إيدشابو التي تعني القصير باللغة المكسيكية ودخلت في الفوكرون المكسيكي ويقوموا على الخير الذي يأتي مع الناس واحد من النار إيدشابو تجمع بلعائلته في السينارو فالسالو ومشعور رجالة يقولوا واحد الوطين لكي يكملوا الصهر والتيقة الزائدة التي كانت عنده التي خرجت عليه قدروا البوليس يتبعوا رجالة يقعوه ومشتوا في الوطين من قسطة ويتشوقها في فبراير من عام 2014 الرئيس المكسيك أعلم نتيجة وطيحوا هذه المرة في السلوطات يتبعوا إيلتشابو يتبعوا في السيلون يرى أشنو طارق فلن يدخلوا؟ يقعوا حفرة كبيرة للتوش في هذه الحربة إذا أريد أن أظهر لكم على التفصيل يقولون لكم في كومنتين القصة المفيد هي العصابة إيلتشابو وقد وضعتها قريبة للحفز ومن ثم بدأوا يحفروا حتى وصلوا عليه وخرجوا للتشهور حتى لوحدنا واحد جاء نزلوا التليفون وعطوا للبوليس وقالوا لهم بلجيانهم برسطينهم وأزلوا معهم سلاح فعرفوا بأن إيلتشابو وعشرانهم ومن المخبين سيفت القوات الخاصة لكي يقتحهم ذلك الطاقة كانت يقتعاد النار في 8 يناير 2016 القوات الخاصة كانت تدخلوا الماتوا فيه خمسة على الناس وشدوا فيه ستاة ولكن ما كانت بيناتهم إيلتشابو قاعدتنا حفرة وكانت خرج من أخونا وقعت كورتاعة وخرجوا في شريع آخر وشفوا طموبيل واحد سيير وخوهو سيكشور ولكن غلطة لدارو لم يخطلوا الشيفور اللي كان سيك الطموبيل وهذا الأخير نضعوا بالله باسترقى على وقعت لي وبالخطة ضحوا البوليس على طموبيل اللي مش فورنا فبعدها تغيب ثلاثة كيلومتر من المنطقة إيلتشابو فاشتشد حاول يرشيدوا أخوة اللي يشتو ولكن يرفضو لي وكانت شاديا للأخر علي في سلوطة المكسيك ما بغاش تخليه عندهم إيلتشابو بليوم تاني مش تتعليق عما كان يناش ويتنستقم على ملاكنا يدعوا عندهم من قدروا عليه هذه الشخصة تقريبا واحد عام 2017 جاءوا بدون ملاكنا ضربوه بالموقع وليومين عادة رمزان مشدود عندهم في واحد الحبس كان في كل رادو ماشي بعيد تاني يصدمعوا ايلتشابو الكارتات على سنالوة ما زالت خدام إلى يومين عادة وخالبو ستاعة مليوع في الحبس وإذا أردت تقريبا عن أخونا إيلتشابو رأيكم السيارة إيلتشابو من شركة نيتفليكس وضربوه بالموقع وإذا أردت تعمل هنا وسأبدأ أعمال من شاهدة ومن تضعوا لايك على الفيديو اعبوني الله ومشاركوا الفيديو مع أصحابكم والسلام والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة